رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلية عبور شاحنات المساعدات الإنسانية والطبية إلى منفذ كرم أبو سالم بعد عبورها معبر رفح البري نعم أسمحت لي عدد ضئيل من شاحنات المحروقات بالدخول إلى قطاع غزة المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري مشاهدين الكرام بعد تحية بالفعل كما ذكرتم لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس أقصى درجات العنف والضغط الكبير على الشعب الفلسطيني الشقيق بمنعها ورفضها دخول عدد كبير من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية أو إنسانية من منفذ كرم أبو سالم إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم الثاني على توالي رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول عدد الشاحنات التي تحمل مواد إنسانية وسمحت فقط لعدد أربع شاحنات تحمل محروقات وبالتحديد أربع شاحنات من الغازة بالفعل هذه الشاحنات قامت بتفريق حمولتها وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري عدنا مرة أخرى إلى المربع صفر وهي الحصيلة التي لم تسمح بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الشاحنات التي تعبر معبر رفح وتتجه إلى منفذ كرم أبو سالم لليوم الثاني على توالي منعت قوات الاحتلال دخول هذه الشاحنات إلى منفذ كرم أبو سالم على مدار الأيام الماضية أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت ورفضت بشكل قاطع دخول عدد الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وكنا على مدار الأيام الماضية نشهد بعضا ما انفراجه في عدد الشاحنات التي اتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم ميدانيا اليوم وفيئة يعني بالتحديد فيئة ظهيرة كان هناك انفجارات يعني عديدة من الجانب الآخر من معبر رفح يعني سمعنا دوية انفجارها كانت يعني شديدة الانفجار من الجانب الآخر وبالتحديد من الناحية الغربية والذي تشهد تمركزا كبيرا لعدد من اللاجئين الفلسطينيين الذين جاءوا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب هذا هو المشهد لدينا إلى الآن وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو